جولة مباريات اليوم والنهاردة بالتأكيد جولة الحسم والختام في التصفيات الإفريقية بنتكلم في مباريات 3 مباريات تلعبوا الساعة 3 كانت من ضمنهم بالطبع مباراة مصر والجابون والمنتخب فاز بهدفين مقابل هدف يمكن أحرز أفشل هدف الأول ويوهنج بيوهنج هدف في مرمى في ديئة 75 انتصار مهم لمنتخبنا الوطني أيضا مباراة ليبيا وأنجولا في نفس المجموعة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ومزنبيق استضافت اليوم ملاوي وفازت عليها بهدف مقابل لاشي ندخل بقى في مباريات تضرب نار الساعة 6 عندنا الجزائر وبركينافاسو تحت قيادة الجنوب إفريقي الحكم الدولي فيكتور جوميز ليبيريا مع أفريقيا الوسطى الساعة 6 أيضا وأيضا لقاء مهم جدا نيجيريا مع كاف فيردي الرأس الأخضر الساعة 6 وهيقود هذه المباراة حكم الدولي الجزائري مصطفى غربال الساعة 9 مباراة هي من أقوى المباريات وأهمها الكاميرون وساحل العاج وهذه المباراة هي ديرها الحكم الزامبي جانيس كازوي وأيضا الساعة 9 المغرب تستضيف غينيا يعني المغرب ضمنة التأهل وأيضا الساعة 9 مباراة هامة جدا على ملعب رادس تونس تستضيف زامبيا ويقود هذه المباراة حكم البروندي بس فيك نيدا بيها اللي أدار مباراة الآل وقايزر تشيفز وفي الختام مباراة تحصل حاصل موريتانيا بالنسبة لها لكنها تستضيف غينيا الاستوائية وغينيا الاستوائية تحتاج إلى الانتصار والثلاث نقاط وعلى الأقل من ثلاثة إلى أربع أهداف لضمان التأهل على أمل أن تونس لا تفوز أو تعمل نتيجة سلبية مع زامبيا مباراة